رغم المحاولات الحكومية المستمرة وتشكيل خلية أزمة لمواجهة فيروس كورونا إلا أن تلك الجهود لم ترتقي للمستوى المطلوب حسب مختصين حيث حذرت مفوضية حقوق الإنسان من مخاطر تفشي الفيروس مبينة أن العراق قد يتحول إلى بؤرة لكورونا إذا لم يلتزم بإغلاق الحدود ومنع التجمعات وزارة الصحة من جانبها أكدت أن المسؤولية لا تقع على عاتقها فحسب مبينة أن هناك جهود تبذل من أجل تفادي ذلك المرض من خلال تنفيذ كافة السبل الاستباقية والوقائية من تعقيم للمدارس والأماكن العامة إضافة إلى مراقبة الحدود وتعطيل الدوام الرسمي للطلبة وتخصيص كوادر ميدانية لمراقبة التجمعات والتظاهرات طبعا الإجراءات هو كما يعلم الجميع بالنسبة لفيروس كورونا هي الوقائية وأكبر خطر يواجهنا بالعراق هو قضية التجمعات بالرغم من التأكيدات لا زالت المقاهي المولاة والمحلات والتجمعات الدينية أيضا أحد الأمور التي تخلقها في الوقاية ومنع انتشار هذا الفيروس وخاصة أننا نقولين على عدة زيارات دينية وفيما يخص الحجر الصحي فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص القابعين في الحجر الصحي يصف سوء الخدمات وقلة التجهيزات إضافة إلى عدم نظافة المكان وانقطع المياه تكون عندي مناعة وتعقيم صالي أربع تيام مسابه لما يكون أثر للدوش من جهتها أكدت وزارة الصحة استنفار كوادرها لتجهيز أماكن الحجر لكنها تصطدم بعقبات من قبل جهات تبحث عن مكاسب سياسية حسب وصفها كل الجهود هي لغراض منع انتشار العدوى مع الأسف هناك من يريد أن يسي إلى الوزارة أو من يريد أن يسيس الموضوع وزارة الصحة مستنفرة من قبل من السيد الوزير إلى أصغر موظف وأن كل تتخذ الإجراءات اللازمة لغرض السيطرة على هذا المرض بالتعاون كما ذكرت مع الجهات الأخرى وتزداد المخاوف في المجتمعات المحلية من وجود تفاوت في أعداد المصابين بشكل يومي داخل العراق إذ بدأت أعداد المصابين بهذا الفيروس تزداد كل يوم من الحديث عن هذا الموضوع انظموا ليلا مباشرة بغداد مدير معهد الموصول واللقاحات السابق دكتور محمد إسماعي الدكتور محمد شكرا لقبول الدعوة دعني أبدأ معك هل مر عليك خلال فترة خدمتك في هذا المجال أو أثناء دراستك فيروس من هذا النوع خلال أيضا توليكم للمنصب شكرا أخ معا وشكرا لجميع مشاهدي قناة حرى عراق أهلا بك الحقيقة الفيروس هو موجود هذا قديم ومن مجموعة الكورونا ونعرفها ومر علينا سنة 2003 و2002 و2003 في الصين من انتقل من القطط إلى البشر الذي كان يسموه السارس وفي 2012 في السعودية انتقل من الجمال إلى البشر يسموه الميرس متلازمة شرق الأوسط الفيروس الجديد كلنا نعرف أنه تحول وتطور وانتقل مرة أخرى إلى البشر فيروس ضعيف هو لكن سرعة الانتشار سريعة جدا بسبب عدم الالتزام وخصوصا بالمجتمعات التي عندها بعض التقاليد التي صرر الارتباطات القوية التقارب المصافحة التقبيل وغيرها من هذه الأمور هذا ساعد على الانتشار وأود أن أوضح فد نقطة مهمة جدا بالمنافذ الحدودية وبأماكن الدخول من تجي أنت من منطقة موبوءة حتى لو درجة الحرارة للشخص لأن الفحص لا يعتمد على درجة الحرارة درجة الحرارة حتى لو كانت ما مرتفعة لأنه قد يكون هو حامل للفيروس في هذه الساعة قبل قليل قرأت خبر على أحد الخطوط الجوية لأنه من طلقة من تركيا إلى سنغافورة أحد الأشخاص على ظهر الطائرة ظهر أنه موجب بفيروس كورونا كل الموجودين حتى طاقم الطائرة تم حجزه لأنه احتمال هذا النقل للأصابة لا تطلع علي درجة الحرارة لكن فترة الحضانة بعدين يظهر علي كلا الأول ثلاثة يامين بين بعدين تطلع الحرارة أيضا الطائرة التي إذا أردنا أن نتحدث عن العراق باعتبار أن إيران هو أكثر منطقة موبوة الآن بهذا الفيروس وينتشر ربما بحسب الرئيس الإيراني حسر روحاني انتشر في جميع المحافظات الإيرانية وبالتالي الطائرات التي تذهب إلى إيران هذه تستخدم في رحلات أخرى تذهب إلى الدول العربية وهي نفس الطائرة يستخدمها المسافرون وهذه العدوى تنتقل دوليك الآن هل يمكن تطوير لقاح لهذا الفيروس برأيك هل هو سهل أنه يمكن التوصل إلى لقاح وكم يستغرق من الوقت للوصول إلى لقاح التجارب حاليا ماشية وقبل في لقاءات سابقة ذكرنا أنه التقنيات الحديثة والعلم الحديث ومحاكاة الفيروس بالذكاء الصناعي ورؤية ودراسة كيفية التعامل لداخل الجسم بدأت شركات هواي تعمل وبدأت تطلع اللقاح لكن كله في طور التجريب ويحتاج على الأقل لمدة سنة أو سنة ونص حتى نعرف أنه نتائج هذا اللقاح هل هي إيجابية وبالإمكان استخدامه أو قد يكون به عوارض أخرى مستقبلا تطلع هناك من يتحدث أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة فأن الفيروس لن يعيش ولكن جاء تكذيب لهذا الموضوع من منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع درجات الحرارة لا يهم وبالتالي فيروس أتشوان أنوان معظم المصابين كانوا يصابون في فترة الصيف هل هذا صحيح؟ معظم الفيروسات تتأثر بالبيئة وتتأثر بدرجة الحرارة ومعروف أن كل الفيروسات من توصل درجة الحرارة إلى 60 تقتل وتبدي ضعف يضعف قابلية الفيروس تضعف من عبورها درجات الحرارة 25 لنسميه درجة حرارة الغرفة فما فوقه يبدو يضعف يضعف التأثير ماته لحين أن يموت بدرجات 56 إلى 60 لذلك من ننصح بطهي الطعام بصورة جيدة حتى نتخلص في حالة وجود الفيروس والفيروس دائما يكون بالتلامس المباشر وأحيانا من العطاس والإفرازات التي تطلع أثناء من استخدام الإيد أو توقع على الأسطح الصلبة أو الملامسة الأسطح والأسطح بالمصافحة هي ساعد على التقبيل على انتشار هذا الفيروس لذلك أغلب المصابين الذين يجون يعبرون نقاط المنافذ بدون أخذ هذا الأمر بأهمية أنه قد يكون هذا حامل لكن الأعراض لا تظهر عليه نسميه حامل للمرض وبالتالي بعدين تطلع الأصابة طيب دكتور محمد يعني أنت تعلم العراق بلد غني لماذا لا يتم الاستعانة بخبرة دولية لتطوير اللقاح لماذا لا تكون هناك مبادرة من العراق بأتبار أن العراق بلد نفطي وغني وباستطاعته الاستعانة بخبرة من خارج العراق خبرة دولية منظمة الصحة العالمية بما أن لديها فرع في العراق بالإمكان وزارة الصحة قسم الصحة الدولية التي موجود في وزارة الصحة والتي ممثل من منظم الصحة العالمية بالإمكان التعاون معهم وطرح مثل هذه المشاريع وسبق وأنا طرحت مثل هذه المشاريع التعاون والتوأمة بين معهد مصول اللقاح العراقي مع أي المعاهد العالمية لغرض الإنتاج داخل العراق وموجودة بالإمكان أن نجيب الخبرات ونتعاون إياهم يلا هذا الموضوع أخذ الموضوع بالجدية طيب دكتور محمد هناك شكاوى صدرت من بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا تابعنا في بعض الفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعامل المستشفيات معهم لم يكن بالمستوى المطلوب كيف تنصح المراكز الطبية والمستشفيات بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا سبق وأن أيضا أشرنا إلى هذه النقطة وأشرنا إلى أن مؤسساتنا الصحية عانت كثيرا ولم يتم تطويرها وعادت تأهيلها بالطموح الذي يريده وحاليا أغلب المؤسسات قلنا تعاون المواطن مع الكادر الصحي وتعاون الكادر الصحي لأن الكادر الصحي قد أيضا يصاب يعني يأخذون الأمر بأهميته لا أنا أتحدث عن طريقة التعامل مع المريض دكتور محمد يعامل وكانه سجين وليس مريض أي بالضبط هذا من الأخطاء المريض يعني 50% من العلاج هو أن أتعامله نفسيا أعامل بطريقة إنسانية وضحت الصورة شكرا جزيلا مدير معهد المصول واللقاحات السابق دكتور محمد إسماعيل كنت معنا مباشرة من بغداد ترجمة نانسي قنقر